قضية بريكسيت هي قضية معقدة جدا كما تفضلت حضرتك في المقدمة سهل جدا أن نقرر أننا نريد أن نخرج ولكن كيف نخرج من هذه المنظومة أمر معقد جدا هناك عدد كبير من الدول الأخرى وهناك الإدارة، إدارة الاتحاد الأوروبي ولكل من هذه المؤسسات مصالحها ولكل منها شروطها وليس بهذه السهولة أن تخرج بريطانيا وتقول أنا دخلت معكم في العام كذا وأنا أريد أن أخرج الآن هنا هناك قضايا معقدة جدا جدا وحتى الآن الأمر غامض جدا ولا أعتقد أن أحدا يعرف بما فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون إن كان ستحصل هناك اتفاقية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو أنها ستخرج بطريقة بدون اتفاقية وفي الحالتين هناك شروط وأمور كثيرة ستحصل على الأرض سواء بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أو بين بريطانيا وخاصة الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الأخرى وأيضا بين الاتحاد الأوروبي ومجموعات من الدول الأخرى فالأمر معقد جدا ولا أعتقد أن أحدا يعرف حاليا كيف ستنتهي هذه الأضية والانتخابات التي تم تحديدها في 12 ديسمبر فهذه الانتخابات ستحدد ما إذا كان رئيس الوزراء جونسون سيحصل على أكثرية تؤيد الاتفاقية في حال حصلت مع الاتحاد الأوروبي وإنما إن لم تحصل الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي فإن الانتخابات لن تقرر أي شيء في هذا الموضوع ولذلك علينا أن ننتظر لنرى إن كان الرئيس الوزراء جونسون سيستطيع أن يصل إلى اتفاقية قبل 31 يناير جنفير القادم وعندئذ الذي هو التاريخ بعد مرتين من التأجيل وهو التاريخ المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهناك ستبدأ قضايا كثيرة وأمور كثيرة على بريطانيا وعلى بقية الدول هذا هو ما أراه أنا حاليا في الوقت الحاضر وليس لدي جواب واضح عن ما إذا كان سيحصل هناك الاتفاق أو لا